الثمانينيات عشرة أعوام غيرت خدمة الكابل التلفاز والتلفاز قام بتغييرنا لن يتوقف بثنا حتى ينتهي العالم والآن هناك قناة لكل شيء أقدم لكوما كيو في سي هل تسمعوني؟ ولا مهرب من الأخبار الجيدة السيئة أو غير ذلك لم أتورط قط بتبديل الزوجات وقلست منحرفا وأصبح لملايين الأمريكيين مطلب واحد أريد أم تيفي خاصتي الثمانينيات العقد الذي تواصلت فيه البلاد مع بعضها خلال الثمانينيات ارتفع عدد الكابلات من 28 عام 80 إلى 70 عام 90 قتيحت محطات تلفاز الكابل للعامة بسرعة هائلة وفجأة أصبح لدينا هذا التدفق من الترفيه يدخل المنازل يعني الكابل قنوات أكثر وخيارات أكثر البرامج الموجهة كانت الطريق للمستقبل هذه الفكرة التي جعلتنا فجأة نشاهد ما نريد وليس ما يعرض لنا فقط وكان هناك شيء واحد أراده كل طفل ام تيفي ام تيفي قناة بكاملها تعرض موسيقى الروك دون توقف أبداً مع أنها بدأت بمائة وعشرين مقطعاً مصوراً فقط أنا نينة بلاكود عندما بدأنا لم يكن لدينا كثير من المقاطع لذا كان هناك كثير من التكرار كان أمراً لا يصدق أن تشاهد نمطاً جديداً في منزلك هنا عبر ام تيفي قد تكون القناة ناجحة لكنها لم تكسب جمهوراً واسعاً جداً لأن قنوات الكابل كانت في بداياتها نيويورك لم يكن فيها خدمة الكابل عندما بدأت الام تيفي ينسى الناس أن تلفاز الكابل لم يصنع ليكون ترفيهياً كان وسيلة للناس ليحصلوا على البيت التلفزيوني في المناطق البعيدة والتي لا يصلها البث اللاسلكي وهذا الغرض منه وعلى المشاهد أن يدفع لزيادة الاشتراكات استخدمت ام تيفي إعلاناً يعود إلى جيل الخمسينيات أريد رقائق مايبو خاصتي أريد ام تيفي خاصتي أريد ام تيفي خاصتي بات أحد أشهر الإعلانات وأوضح الشعارات لذلك العقل في أمريكا في الثمانينيات باتت عبارة أنا أريد شيئاً جديداً أنا أريد هذا ولكن قناة قدمت شيئاً لم يكن أحد يدري أنه يرغب فيه في يونيو عام 1980 بدأت قناة الأخبار المبتكرة CNN وهي أول قناة مختصة بعرض الأخبار على مدار الساعة على الإطلاق نحن كنا ننوي تغطية الأخبار في كل الأوقات وبما أننا سنكون موجودين بشكل متواصل بالتأكيد بات بإمكاننا الآن القول إن بثنا لن ينتهي حتى ينتهي العالم صباح الخير أنا بوب جيمسون الشبكات التقليدية كانت تبث الأخبار ثلاث مرات يومياً هذه أخبار أم بي سي المسائية مساء الخير تادي ترينر الناطق من الجنوب يطور الأمور ظننت أنه سيكون أمراً مناسباً للناس جميعاً أن يتمكنوا من مشاهدة نشرة الأخبار متى أرادوا ذلك؟ ظننت أنه سيكون ناجحاً دور كرة القاعدة يبحث عن رئيس جديد ولكن عندما انطلقت CNN كانت أضحوكاً وبينما تسقط شاشة هنا في الستوديو يقول العلماء كان التصوير سيئاً جداً ودقة التصوير ضئيلة قلت في نفسي يا إلهي هذا لن ينجح أبداً هذا سخيف اسمعوا لدي مشكلة عويصة كانت القناة أضحوكاً فقد سميت شبكة أخبار الدجاجة وسخر الناس منها شكراً لمتابعتكم وستتحسن الأمور نهاية الأسبوع ودعاً بداية CNN المتعثرة تعني أن أحداً لم يعتبر القناة منافسة لشبكات الأخبار الكبرى كنا نهاجم مؤسسة البث الرسمية من نظري كانت الحرب العالمية السالثة لكن قريباً قصة كبيرة ستجعل شبكة CNN من أهم المنافسين لقد تفاعل العالم بصدمة وحزن شديد مع أول جريمة اغتيال في عالم موسيقى الروك في الثامن من ديسمبر عام الثمانين بعد انطلاق CNN بستة أشهر تعرض جون لينون للاغتيال خارج منزله في نيويورك وحمل إلى المقعد الخلفي لسيارة الشرطة وأخذ إلى أقرب مستشفى للعلاج أدخلت النقالة أحد رجال الشرطة وقف قرب الشرطي آخر وهمس إنه جون لينون الممرضة باربرا كاميرر كانت في غرفة الطوارئ عندما دخل المصاب الشهير عندما وصل جون لينون لم يعرف أحد من هو لم يكن لديه نبض ولا ضغط دم لديه أربعة جروح بسبب الرصاص على صدره وثلاثة جروح عميقة على ظهره قاتل لينون مارك ديفيد شابمان معجب يعاني الأوهام ويسعى للشهرة بعد دقائق من وصول لينون وصلت يوكو أونو إلى المستشفى أحضرت يوكو أونو بسيارة شرطة أيضاً وقالت أخبريني أنه على ما يرام كان الطبيب سيفلين يدير غرفة الطوارئ وقال أنا أعتذر لنستطيع أن نقول ذلك وغادر الغرفة لقد حدقت إلي لدقيقة وقالت لقد رحل وأنا قلت أجر رحل لقد توفي تصرفت برباطة جاشن على الرغم من أنها رأت زوجها يقتل أمام عينيها وعنقنا بعضنا بكت واحتضنتها تصرفت كأي شخص طبيعياً في مثل هذه الظروف وللمصادفة أحد منتجي ABC الجدد ألان وايس كان مستلقياً على نقالة في المستشفى ذاتها إثر تعرضه لحادث سير سمعت إغلاق باب بقوة ودخل رجل يصرخ لدينا مصاب أصيب في الصدر في أي مرة عندما تسمع خبر إصابة أحدهم في الصدر في منطقة غير حربية فإن فضولك الصحفي يتحرك فوراً ثم خرج رجل شرطة وقال أحدهما للآخر أيمكنك أن تصدق؟ إنه جون لينون كان علي الوصول لهاتف لم نكن نعرف أنه إعلامي لم نعرف ما كان سيفعل وكانت هناك هواتف في الممرات وفي الواقع لقد أبلغ القناة بوساطة هاتفنا قبل أن نعلن خبر وفاة جون لينون حتى اتصلت بغرفة الأخبار وأجاب محرر الأخبار الليلية وقلت له مرحباً أنا في المستشفى وتعرض جون لينون لإطلاق نار وتوفي لو كنت أستطيع أن أقتل أي أحد تلك الليلة كان سيكون ألان وايس حتماً أخبار ABC المسائية لن تهرض أي خبر قبل أن تنتهي مباراة مساء الاثنين والآن ربما نشاهد هدفاً رائعاً كان مقتل لينون هاماً جداً لدرجة أن المعلق هاورد كوسيل نقل الخبر أثناء المباراة تذكروا أن هذه مجرد مباراة كرة قدم ولا يهم من يربح أو يخسر فقد وقعت مأساة لا توصف أكدها لنا قسم الأخبار في ABC في نيويورك جون لينون كان خارج شقته في حي ويست سايد في مدينة نيويورك وهو واحد من أشهر أعضاء فرقة البيتل تعرض لإطلاق نار في ظهره ونقل بسرعة إلى مستشفى روسفيلد وتوفي عند وصوله انتشر الخبر بسرعة تسارع المراسلون للوصول إلى موقع الحدث مستعدين لتسجيل مواد لموجز الأخبار وتحديثات لمناطق الساحل في حين استمرت CNN وواصلت النقل المباشر للحدث أنا ماري أليس ويليامز رئيسة مكتب نيويورك في شبكة CNN تصل ماري أليس ويليامز إلى موقع الحدث في عربة للبث المباشر نحن هنا لنثبت أن الحب لم يوم ترغم وفاة جون ولكن معجبي لينون المفجوعين بموته قاموا في البداية بردة فعل عدائية بدأ الناس يهزون الحافلة وهم يصيحون أنتم في الطريق خذوا أخباركم وارحلوا من هنا فنزلت وقلت لهم جميعا نحن نبث هذا للعالم بكامله لفعل ذلك علينا أن نبث تسجيلاتنا لقمر صناعي على بعد ثلاثمائة وسبعين ألف كيلو متر في مدار متزامنا مع الأرض هناك وإذا اهتزت الحافلة فلن نفعل ذلك لذا أحتاج مساعدتكم هل لا أمسك كل منكم يد الآخر لتشكيل دائرة حول هذه الحافلة وحمايتها لنرسل الصور إلى العالم ففعلوا ذلك خيم المئات من معجبي جون لينون أمام مبنى شقةه الفخمة في حي ويست سايد تغطية وفاة جون لينون ساعدت سي أن إن على تثبيت مكانتها بوصفها شبكة أخبار على مدار الساعة جوان لي شبكة سي أن إن من أمام مبنى داكوتا في نيويورك وعرفت أن هناك شيئا مميزا وهو رؤية الأخبار بشكل مباشر هذا ما نفعله من الأخبار إلى الموسيقى إلى الرياضة قامت قنوات الكابل بتغيير كل شيء بداية من التسوق أقدم لكم كيو في سي أحدث شبكات الكابل الأمريكية للتسوق وصولا إلى طريقة لاسترجاع معتقدات الماضي إذا كنت أشعر بتحسن فلن أدعى الأشرار يعرفون حين بدأ الدعاة ينشئون شبكات الكابل خاصتهم السماء تقوم بتزويدك بالأدوات كلها لكن مع هذه العروض الحقائق ستنكشف بالنسبة إلى جيم بيكر النجومية على قنوات الكابل ستتحول إلى كابوس أنتم نور العالم في الثمانينيات أصبح الدعاة ملوك عالم الكابل بكاملة كان في عينيه ما يشبه ألسنة اللحب رجال استعراضا يقدمون عظاة عن غضب السماء شبكة بي تي أل تقدم لكم جيم وتيمي جيم وتيمي بيكر مختلفان قليلا كان لديهما مقدم شبيه بالمقدم الذي يقول ها هو ذا جوني وكما تعرفون كانا يخرجان ويتكلمان ومن ثم يخرجان إلى موقع التصوير الذي يبدو كالمنزل ويقولان أهلا في منزلنا بي تي أل كلوب كان برنامج منوعات مع جرعة كبيرة من التقوص التقليدية كان كلهم من جيم وتيمي بيكر ضد حركة الخمسينية المتدينة إذ كانت جادة وصعبة في حين كان مع التدين الأبسط أسست عائلة بيكر شبكة بريز ذي لورد تلفزيونية كانت لديهما واحدة من أهم شبكات الأقمار الصناعية في العالم ومع ملايين المشاهدين ولكن مع النجاح يأتي الإغراء أعتقد أن على بعض مشاهدين الآن أن يلتقطوا صماعة الهاتف ويفعلوا ما عليهم وصلتني رسالة بخصوص شخص ما في هواي وأثق بأنهم سيجمعون مئة ألف دولار ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعون دولارا نحتاج إلى أربعة آلاف أخرى كي نصل إلى أربعمائة ألف ولم تكن النجومية التلفزيونية كافية لذا عائلة بيكر كانوا يبنون إمبراطورية من نوع مختلف هل الأطفال عصبيون؟ هل يقوم العمل بإحباطك؟ ما تحتاجون إليه هو متنزه هيريتيج يو اس اي هيريتيج يو اس اي كان تابعا لشبكة بي تي أل وقد بني بأموال التبرعات لدينا المكان المناسب لك في ذلك العام تكاليف الشبكة ومتنزه هيريتيج يو اس اي كانت باهظة جدا متنزه هيريتيج يو اس اي ليوم أو لمدى الحياة كان على أبي أن يجمع مليون دولار كل يومين ليبث البرنامج على الهواء ويدفع رواتب الموظفين كيف يفعل ذلك؟ سأصاب بنوبة لو كان علي جمع مليون دولار على مدى حياتي فما بالكم بكل يومين؟ كان عملا شاقا ولكن المكافأة الثمينة كانت التدينة على طريقتهم التدين لا يعني أنني لا أحب الأشياء الجميلة أعشق الأشياء الجميلة والدايا بالتأكيد كانا يبلغاني في كل شيء حتى في إيمانهما كان باستطاعة والدي المشاركة في جزء من المجتمع والقول يمكنك أن تكون مؤمنا وناجحا أيضا عام سبعة وثمانين نجاح عائلة بيكر كان على وشك الانهيار لم أتورط قط مطلقا بتبديل الزوجات مطلقا ولست منحرفا أمينة السير جيسيكا هاهن اتهمت المدعوة جيم بيكر بتخديرها واغتصابها في ذلك الحين سحبني من خصري ووضعني على السرير خلع حمالة صدري وقال جيسيكا تذكري حين تساعدين الراعي فأنت تساعدين الجميع وتبعت كل ذلك اتهامات أفضع ممارسة البغاء والاختلاس أيضا صدمت البلاد وبات ألو بيكر يلاحقون في كل مكان من العدل القول أن جيم وتامي بيكر كان أولى نجمين في تلفزيون الواقع الناس لم يكتفوا قط من سماع أسرارهما الفضائح وكذلك الخيانة دعاة كجيمي سواغارت بدأوا بنقدهم مباشرة جيمي سواغارت انقض على جيم بيكر علنا ووبخه لكونه أظهر مثالا سيئا عن الدعاة الآخرين وعن المجتمع ككل وبعدها قبض على سواغارت خلال ممارسته البغاء لقد عصيت أوامرك يا مولاي اعترف سواغارت وحافظ على عمله ولكن ألا بيكر كان لديهم الكثير وجبرت أنا وتامي على الدفاع عن سمعتنا وتبريئة نفسينا وجدوا أنفسهم وسط دوامة إعلامية بمقيص ضخمة جدا انهار كل شيء وحدث ذلك بسرعة خلال 24 ساعة دفعت رشاوة من حسابات الشركة بقيمة تفوق 250 ألف دولار في حين أنه اكتشف أن العائلة احتفظت بأربعة ملايين دولار شبكتهم التلفزيونية المتدينة أعلنت إفلاسها بسبب ديون ضخمة جدا أصبحت مأساة تمس البلاد كانت قصة مذهلة كان عرضا تقليديا تنازل تيد فقد كان يقدم برنامج نايت لاين وقال اسمح لي أن أتكلم عن أخبار جادة ثلاث مرات في الأسبوع وسأتكلم ليلتين أسبوعيا عن جيم وتامي في عام تسعة وثمانين أدين جيم بيركر بتهمة الاحتيال وحكم بالسجن خمسة وأربعين عاما أغلق متنزه هيرتيج مع خسائر تقدر بالملايين صورة الدعاة التلفزيونيين دمرت بعد الطلاق من جيم أعادت تامي تقديم نفسها وأصبحت محبوبة قبل أن تموت بمرض السرطان عام 2007 حينها عاد جيم إلى التلفاز مع رسالة جديدة الاستعداد لنهاية العالم أنا أثق أن يوم الحساب قادم وسيأتي عما قريب اكتشفت أنه عندما يشعر أي شخص وكأنه يتحدث ممثلا للقوى العليا لابد للغرور من أن يرافق الأمر وهذا ليس جيدا بينما استغلت شبكات الأخبار سلسلة بيكر الدرامية لكل نقطة خالية في تاكساس وقعت مأساة ثبتت سيطة سي أن أن على أنها الشبكة التي يجب متابعتها عند وقوع المشاكل كانت هناك طفلة صغيرة في غرب تاكساس وتوقف العالم ودع الجميع من أجل تلك الطفلة لتعيش في منتصف الثمانينيات سي أن أن أول شبكة كابل تعرض الأخبار على مدار الساعة قد تجاوزت تعثراتها كانت الفوضى تعم المكان ولكن نجحنا وكان كل شيء جاهزا لأكثر قصص سي أن أن الدرامية تأثيرا لليوم ميدلند تيكساس الرابع عشر من أكتوبر عام سبعة وثمانين أب شاب تلقى رسالة مرعبة جدا كنت في الثامنة عشرة من عمري وخرجت زوجة مديري إلي وقالت تشيب لا أدري كيف سأقول لك هذا لذا سأقوله ببساطة ابنتك وقعت في بئر ماء مهجورة في غرب ميدلند وسوف يأتون لأخذك إلى هناك بأقصى سرعة ممكنة ابنت تشيب البالغة سنة ونصفا جيسيكا ماكلوار عالقة على عمق ستة أمتار في أنبوب عرضه عشرون سنتيمترا أنزل فريق الإنقاذ مايكروفونا وتأكدوا من أن جيسيكا ما زالت حية نستطيع أن نسمع جيسيكا وهي تنادي أمها لقد كانت تغني تهمهم وفي بعض الأحيان تبكي وسمعتها تبكي وفجأة شعرت بالعالم يدور من حولي ولم أعد أستطيع التنفس سقطت وقلت لا أستطيع لا أستطيع تحمل هذا مع مساعدة السماء ودعائكم هذه الطفلة الصغيرة ستنجو كل شيء بخير جيسيكا أستطيع الوصول إليك سيحفر فريق من المتطوعين نفقا موازيا للبئر التي سقطت فيها جيسيكا وأعمق ومن ثم سيباشرون بإزالة طبقة الحجر الصلبة التي تفصل بينهم وبين الطفلة عمل فريق الإنقاذ طوال الليل لكن أربعا وعشرين ساعة مرت من المعاناة للوصول للطفلة جيسيكا يتهافت الإعلام نحو ميدلاند ومن ضمنهم مراسل سيانان توني كلارك يتقدم فريق الإنقاذ بشكل بطيء جدا حرفيا وعلى هذا المنوال قد تبقى جيسيكا علقة فترة طويلة قبل إخراجها هذا النوع من القصص الذي يبقي الناس متسمرين أمام سيانان في أنحاء العالم كانت ظن أنهم سينقذونها خلال وقت قصير فقط ولكن متطوعي الإغاثة حفروا ووجدوا أن العمل أصعب مما يظنون القنوات العادية كانت تعرض مستجدات بين فينة وأخرى ثم تعود إلى برامجها نحن بقينا وبقينا نعرض تلك القصة طوال اليوم بينما كانوا يحاولون إخراجها قبل أن تموت أتى الأصدقاء والجيران إلى هنا للدعاء لها وتقديم المساعدة والدعم لعائلة مكلوار حيث تتم جميع محاولات الإغاثة نحن نصلي ليتم إنقاذ هذه الطفلة آمين أخيرا بعد 58 ساعة الأمل كنا نعرف أنهم سينقذونها في أي لحظة توقف العالم وصلوا من أجل طفلة واحدة كي تعيش بدأت صرخات الابتهاج قرب منطقة البئر وانتشرت في المدينة كلها وبتنا نعرف أنها تتالت في العالم كله بات بإمكان العالم كله أن يتشارك مشاعر هذه القصة معجزة بعد معجزة بعد معجزة هذا مذهل اليوم كان يوم جيسيكا مكلور في ميدلاند تكساس تكريما للفتاة التي قدت 58 ساعة محتجزة في بئر هذه هي نوعية الأخبار التي سيتابعها جمهورا واسع إنها تجربة شخص آخر يمكنك تخيل حدوثها معك لقد سمعنا بعضا من أفضل الأخبار من مستشفى ميدلاند ميموريال حيث قال الأطباء إن جيسيكا بخير تقاس الأمور بخواتيمها رغم أن الجيسيكا لا تتذكر الحادث أبدا الذي ساعد سي أن إن على أن تكون عالمية مغيرة بث الأخبار إلى الأبد تغذي شعبية سي أن إن هيمنة قنوات الكابل ففي البداية كان يصل إلى 18 مليون منزل ول53 مليون منزل في النهاية باتت قصة بيكر من أول قصص تلفزيون الواقع وحياتنا ونظرتنا وعاداتنا تغيرت إلى الأبد والشكر للسماء ولقنوات الكابل أيضا شكرا للسماء شكرا للسماء شكرا للسماء